السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام طلابي الأعزاء طلبة المرحلة الفنية الصفي الثاني السنوي الشاب الصناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف أعطيكم من المراجعة لا تتكلمش الموضوع بسيط جداً ما تلاوش إن شاء الله طبعاً هيورد في زهنكو إن إحنا مما ناخد مراجعة إحنا هناخد بقى أسئلة لأن تكون مراجعة لأ الموضوع بسيط جداً نعم أنا هدي حرارتكم مراجعة النهاردة بس إن شاء الله هيبقى المراجعة من خلال نقطة توضحية في المنهج بتاعكم لذا في الأنهج من هذا الموضوع ستأتعلم نعم 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 عن كورونافيروس هناخد مراجعة طبعاً على أساس الزروف اللي احنا كنا فيها بالنسبة للكورونافيروس فطبعاً احنا مش هنركز أصلاً على المادة اللي عندوك في ترم الأول بس من خلال أسئلة عامة لا تتكلم هذا سيكون جداً لذلك ماذا تنتظرون؟ احضروا بسيطاتكم و اتبعوا لي هاتوا باحقكم والأدوات بتاعكم و اتبعوني أريدكم كلهم كلكم منتبهين لذلك لنبدأ يلا نبدأ السؤال الأول السؤال الأول السؤال لذلك اخر مقلبية السؤال السؤال بالفعل هذا هو فريزال الفعل ده طبعا يختلف معناه حسب الـ preposition يعني حرف الجر اللي يتبعوا فطبعا ايوه انا سمع في ناس جابت الحال برافو عليكم في ناس متابعة وممتازة يبقى طبعا كلكم شاطين في الكمبيوتر والمودرن تكنولوجي يبقى نقول It's safe to shut Yes Yes You are excellent You shut down the computer now Then you can close the display cover اللي هو الغطاء بتاع الكمبيوتر او المنتر And switch of the power So let's see The next question To Bricks Space Together with mortar Bricks طبعا Bricks احنا قلنا طبعا هناخد الحاجات الاساسية اللي عند حركوا في المنهج والترمنولوجي Bricks معناها ايوه اولي بالطوب Space together with mortar mortar زيان في صورة كده اللي هي ايوه الخلطة بتاعت المونة بتاعتنا فbricks ايه بقى هل هي or fixes or is fixed طبعا الجنة دي بقى حبيبية لان دي طبعا نقطة عندكم في grammar بتاعت المنهج دي حاجة اسمها passive passive انت عندكم passive في present symbol يعني المبني المجهول بالعربي وال passive في past symbol طبعا ايه هو passive على اساس اللي احنا لازم نعرف الفرق بين active وال passive الاكتف دايما هي كلمة اللي تبدأ بالفعل يعني الشخص او الفعل اللي قام بعمل الفعل اما passive هي الجملة اللي تبدأ بالمفاول يعني الشيء اللي واقع عليه الحدث فاحنا لو ركزنا في معنى الجملة ديت اما اقول bricks space together with mortar يعني الطوب fix يعني ثبت وممكن معناه الصلاحة بس هنا طبعا معناه الثبت معنى together with mortar يعني اللي هي الخلطة بتاعت المونة فطبعا احنا بدئين بالمفاول فطبعا بدئين بالمفاول and this is fact يعني حقيقة والحقيقة كلها تتحط في present symbol يعني زمن المضارع البسيط فطبعا ما نقول bricks A بتثبت مع بعض إبدا من المجهول فتكوين المبني المجهول معنا become verb to be لهو مضارع plus past participle اللي هو بقى التصريف الثالث يبقى لو هو passive في زمن المضارع البسيط المضارع البسيط بيكتون من ايه yes am is are plus past participle past participle اللي هو التصريف الثالث من الفاول طيب هديكم الجملة ازاي تبقى active الاول يعني مبني المعلوم يعني الجملة اللي بدأ بالفاول وازاي تتحول زي الجملة اللي باينة عند حراركو كده في ال powerpoint على الشاشة ازاي تحولت المبني المجهول فاما نقول mother مثلا mother cook's food يعني الام تطهي الطعم فطبعا الجملة ديت اولا mother تبقى subject 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 معناها الفايل وي cook's the verb اللي هو الفايل وفود اللي هو الobject object object المفعول اما نحاول الجملة ديت من الاكتف من المعلوم للمجهول بنبدأ زي ما قلنا ايه بالشيء اللي واقع لعلي الحدث اللي هو المفعول اللي هو يبقى أيوا براف عليكم اللي هو food يبقى نقول food ونجيب بالفورميشن التكوين بتاع المدارة البسيط في الباسيف بيكون من ايه بقى زي ما قلنا am و is و are plus past participle فود بها تاخد ايه ايوا يبقى food is لان ام بتيجي مع اي و is بتيجي مع singular nouns و is و is و is و are بتيجي مع plural pronouns يعني دمار الجامع و الاسماء الجامع يبقى food is plus past participle التصريف الثالث من الفعل الاساسي اللي هو cook اللي هو يبقى ده طبعا فعل regular منتظم يعني ما نجيب منه التصريف الماضي منه التصريف الثالث باضافة ed يبقى food is yes very good cooked by بواسط مين بقى الفعل اللي كان عندنا mother by mother you can't say mother or drop it as you want it's correct so what is the answer here ايوه حبايبي بقى الناس الشطرة اللي معانو كلكو شطرين عرفتوا بقى الاجابة يبقى bricks yes و عشان bricks دي plural gam هنختار ايه bravo عليكم هي دي فعلا الاجابة الصح يبقى bricks are fixed together with mortar very good طب the next question three turn the screws clockwise until the R space turn the screws turn the screws clockwise until the R space turn the screws معانا الجملة دي يعني turn D يعني turn D يعني scrolls اللي هي السماويل clockwise يعني باتجاه عقرب الساعة يعني حتى اللي بين تريبا اتجاه عقرب الساعة until the R لحد ما تبقى ايه بقى ايوه يعني بنربط اما clock wise طبعا screw اللي هو السماويل اما بنربطها بتتلاف مع عقرب الساعة عشان تتربط فطبعا بالنفهال حدا ما تبقى بقى smooth و طبعا ديت adjective زي عندوك برضو واحنا قلنا هالراجعة الحاجات المهمة عندوك في المنهج من خلال الاكسرسايز دي smooth يعني اما الناعم السطح تبقى نعمة tight ولا امتي يعني نفضيها ولا ستريت تبقى مستوية ومستقيمة ولا تايت يعني ايه تتربط يبقى طبعا انت عرفت الحل يبقى turn the screws clockwise until they are excellent tight very good four my mobile is as expensive space as your laptop they are the same price my mobile is as expensive space your laptop they are the same price يعني الموبايل بتاعي ماشي الصفة expensive يعني تقولوك عارفنا طبعا expensive يعني غالي space your laptop they are the same price they are the same price يعني هم نفس التمن فطبعا احنا عندنا القادة اللي هي قادة as as وهنشوف قادة as as مع بعض فعبة as as بنستخدمها في تساوي درجة الصفة هنا في النص لو صفتين اه متساويين في اه درجة واحدة اه طبعا زي ما قولك مسلا احمد is as tall as علي احمد في نفسه طول علي سامي is as old as راشا مسلا يعني سامي في نفس سن راشا طيب احنا عايزين هنا بقى اولاد طبعا الصفة بين as واس بتيجي في المصدر بتاعها بدون اي اضافات اه اه فطبعا احنا اه لازم زي ما انا قلت لكم بنستخدم as تاني بعد الصفة على اساس اللي هي تفيد التساوي طيب برضو في نفس القادة في زاسيم اللي هي في النص التاني لعبارة التانية زاسيم زاسيم برضو يعني نفس الشيء نفس الدرجة بيتفيد التساوي بس زاسيم يتبعها نون نون يعني يتبعها اسم اوكي فطبعا الاجابة يبقى ايه احنا محتاجين هنا طبعا في قبل از في از واحدة يبقى فضل بعض الصفة اللي هي اكسبنسف يعني ايه ايوه يبقى ماي يبقى اس تاني يبقى ماي موبايل is as اكسبنسف as your laptop they are the same موبايل the same price sorry يعني الموبايل بتاعي في نفس ثمن اللابتوب بتاعك وZR يعني هم the same price يعني نفس الثمن the next one the chisel always works better whenever you space it the chisel always works better whenever you space it ايه تشيسل بقى طبعا دي a tool a technical tool دي اداة او عدة انتو ان شاء الله تستغرموها في المستقبل as technicians معناها طبعا الازميل الازميل بنستخدمه في ايه بقى if you use a chisel to loosen you always work better يعني هي بتشتغل احسن ما نعمل في ايه بقى to loosen it loosen يعني نفككها شيء مفكك straighten straighten نسوي اوكي brighten brighten يعني اللمع and sharpen sharpen يعني نسنها او نخلاها نحميها يعني نحميش اما نقول نحمي سكينة مثلا او نسنها طبعا انتو عرفته الحل بس خلينا اقول طبعا ان الصفات دي اه الكلمات دي زي loosen كان اصلاها loose دي adjective وفي قعدة اما نضيف suffix لالadjective مش كلها معظمة في بعض منها نحط لها en دي بتدينا الفيرب منها فطبعا احنا بقى نرجع للمسال بقى واكيد انتو اتلاقيتو الحل يبقى زي loosen always works better whenever يعني بتشتغل احسن في كل مرة احنا ايه طبعا بنسنها to yes sharpen it جام الصفة sharp دي الفيرب بقى sharpen يعني نخلاها حد ده yes number six this forces the chain space the wheel and rotate إذا بيضل، بيضل اللي هو الصورة عندكم اللي عندكم ده يا حبيبي، اللي هو البدل أفضا بايك جوز داون، البدل دايما ما بينزل أو ما بندفعه يعني البدل يعني ده بفورسة يعني بيدفع أفضا بيضل اللي هي سلسلة أو الملؤولي الجنزير بتاع البدل بيدفع طبعا العجلة ويتخل العجلة تلف طبعا فعل موف زي ما انتم عارفين فعل منتظم معناه يتحرك ماشي، طبعا القادة بتاعتها بتقول بقى فعل فورس اللي عندكم دوت يقى ما يقى بعده الادجيكتف يبقى تو المصدر يعني خليكم معا كده فعل فورس فورس يعني يدفع وفعل كوز ألسو كوز أما يدفعهم أبجيكت يعني مفعول يقى بعده معلوم تو بلاس انفينيتف يعني تو الفعل في المصدر مصدر الفعل يعني الفعل بدون أي إضافات ياخد تو عكسي مثلا عندكم ميك 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 أما يقى بعدها الابجيكت أوكي يقى بعده الانفينيتف على طول بدون تو أوكي يعني إحنا في الجملة دي طبعا هناخد تو بلاس انفينيتف يعني الإجابة هتبقى إيه برافو عليكو ثاني يبقى نقول تاني يبقى نقول تاني يبقى نقل يعني بيدفع يعني سلسلة الجنزير بتاع العجلة يحرك إطار العجلة طيب إفردوا بقى إحنا إفردوا اللي إحنا هنجيب مكان فورس دي ميك في الجملة دي يعني هنعيد حل الجملة ديت ماشي بس باستخدام توريبليس ميكوز فورس وطبع مش هجيلك اللي إحنا نبدد لميك بفورس ولا حاجة بس إحنا بس عشان لو قاتلكم ميك في جملة زي دي يبقى هنختار ايف في الحالة دي يعني تخيلوا كده لو قلنا الجملة دي ذا بيدل افزا بايكوز داون ذاس فور ذاس ميكس بقى هنقول هنا ذاس ميكس بكان فورس ذا شين هنخد تو مو ولا مو مفتوق رأي سابع الشم actor ي vul give ثاب صغير نsee Bernard seventh سبيل يجب عمل الغابقار الممع زاله حتى يعمل يجب تعملها و نقوم الفير 2 جاءal السيدون يجب . انه مشارك ... 1 سنتيع أن يرتد 2 سنتيع أن يعمل 1 كل تحفين طبعا كب هات يعني قبعة عطائية cover غطاء or helmet طبعا اللحام في كل مرة ما بيشتغل لازم طبعا عشان تحمي وشه هلمت يعني الخوزة الخوزة بتاعك اللحام اللحية بتحمي الوجه والعين very good okay the next one 8 the brakes of Mr. Reda's car space by the mechanic two months ago the brakes of Mr. Reda's car space by the mechanic two months ago brakes بقى اللحية أيها الفرامل and Mr. Reda's car the S D the S D اللي فقيها apostrophe بعدما تيجي بعد نون دي بتبعها baby دي اسمها S الملكية possessive S الملكية بتفيد اللي ما بعدها ملك اللي ما قبلها يعني Reda's car Mr. Reda's car يعني سيارة Mr. Reda الفرامل بتاعها سيارة Mr. Reda A by the mechanic two months ago يعني من شهرين طيب من الاختيارات هنعرف احنا مطلوب من ايه هل هي was checked or were checked is checked or checked طبعا دي مشابه للمثال اللي في الاستلاد الاولانية لو انت تفتكروا شراحة الاولانية اللي احنا اما قلتلكو دايما اما نبدأ جملة بالمفعول حبيبي احنا بنقصد اللي احنا نحاولها للمبني للمجهول ليه بقى لان شوف الجملة ديت بدأ بايزا breaks الفرامل بتاعة عربية مصر دا ما الفعول دا الشيء اللي هتفحص فدي مبني للمجهول بس تفرق ايه عن الجملة الاولانية ان الجملة الاولانية ان الجملة الاولانية كانت في present simple لكنها كانت fact لانها كانت fact fact يعني حقيقة طبعا الجملة ديت طبعا مين في زمن ايه بقى قولولي يلا يلا حبيبي تملك كده اماتيه جملة القواعد لازم بيبقى فيه key answer او كلمة دلة على الزمن ماشي تعرفكم انتوا هتحطوا الجملة بزمن ايه ايه وحبابي فيه كلمة ايه very good two months ago two months ago دي علامة من علامات زمن past simple past simple اللي هو زمن الماضي البسيط هي بقى لو تلاقيت مت ago علامات الماضي البسيط بردو ليه yesterday يعني بقى رح last يعني الماضي ago in the past in the all days once one day once upon a time with this morning وانه يجي بعدها تاريخ في الماضي يعني اين مثلا زيادته 2000 سنة 2000 او اي تاريخ في الماضي we used to برضو بتاعت ماضي فطبعا ديت اجوع من علامات زمن past past فطبعا هناخد past بس في المبني للمجهول لان الجملة دي زي ما اتفقنا اللي هي مبني للمجهول طب ايه الفرق بينها وبين الجملة الاعونية المبني للمعلوم الجملة الاعونية كانت في المضارة البسيط كان بتتكون من ايه اللي احنا قلناها ايوه كان بتكون زي ما احنا كتبنا هوت ام از ار دي في البرزنت يبقى الجملة ديت في البرزنت تكونها من ام دي present symbol ام از ار بلاس past participle بس دي بقى الجملة دي الجملة ديت مش present symbol دي زي ما انا قلت لحركه اللي دي past symbol يعني ماضي بسيط فبتكون من ايه؟ طبعا اللي يفرق الماضي جملة المضارة البسيط في المبني للمجهول عن الماضي ان المضارة البسيط الافعال المساعدة بتاعته am is r plus past participle am wo is wo r اما الماضي مش هيبقى am wo is wo r ولازم برضو تاخدوا بالكو ان تكوين المبني للمجهول لازم يبقى فيه حاجة من verb to b وزاد التصريف التالت التصريف التالت في ايه مبنى الجهول ده ثابت في ايه زمن اوكي؟ بس هتختلف بقى الزمن ver to be ايه شكله حسب الزمن بتاعه الماضي البسيط بقى في المبني المجهول اللي هو past tense past simple tense بتوني بقى ده الام وزؤر هنبقى هنا bravo عليكم هيبقى was was where was where plus past participle was طبعا مع ضمار المفرد زمن انتو عارفين where مع ضمار الجامع وزي بتيج مع i he she و it و اي اسم مفرد where بتيج مع we و zay we u والاسماء الجامع يبقى هنا هنقول بقى ايه؟ يبقى اذا breaks 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 مفرد ولا جامع sure it is plural جامع and mr. redis cards and mr. redis cards ايه بقى بايزة ميكانيك ايوه الحالة يبقى ايه؟ طبعا احنا هنستبعد is it checked و هنستبعد are checked طبعا هتفضعنا was checked or where checked وعلشان breaks الفرامل D جامع هنختار ايوه انا سامعكوا bravo هنختار where checked you buy the breaks on mr. redis cards were checked by the mechanic two months ago the next slide the next one when the blades of the turbine rotate they drive a when the blades of the turbine rotate they drive a عندما تكون الشفارات أو ريج بتاعت blades شفارات أو ريشة بتاعت turbine تربان تابعا زي ما نشافين في الصورة كده rotate rotate يعني تلف مريشة بتلف أو بتدور زي ما روحها كده زي drive ايه بقى هتشغل ايه؟ drive هنا معناها run يعني بتشغل اوكي or operate بس هنا معناها run does drive نشو بقى the choices generate drive a generate generation generator generalized طبعا هنا درايف و ا لازم اتبعها ناون. دي معناها يولد. طبعا ديت ما تنفعش في الوضع ده. معناها جيل. اجيل. التملل فيها تي اي او ان ديت بتبقى ناون. بس لها معنى غير ملائم للموضع دوت. جنريتر ولا جنراليزيشن. طبعا جنراليزيشن ديت عميم. ايوه هو باقي جنريتر اللي هو مولد. مولد القهرباء. فبرضو احفظوا كلمة دي من الترمينولوجي اللي عندكو. مهمة جدا كلمة جنريتر. يبقى وين. يبقى اللي جابة زي ما قلنا. وين ذا بلايد. او ذا تيرباين روتايت. روتايت يعني تلف. زي درايف اجنريتر. اوكي. اكسلنت. تن. دي ديت معنى ها يوقت. يدباها اسم مفرد او انكاونت بالنون يعني اسمه بتعدش. دايما زري زي اجي بعدها اسم مفرد. سنجللر. او انكاونت بالنون يعني اسمه بتعدش. ده تانك طبعا اللي هو الخزان بتاع الوقود التانك زي ما بنقول كده الترك اللي هو الشحنة محتاج اللي أنا أمدها بالوقود طيب نشوف الاختيارات طيب نشوف بقى هنا طبعا كلمات بتدل على الكيميات ومجزئات طبعا انت اللي لازم يتبع اسم يعني اسم يتعد او لا يعد وبتيجي في الجملة يعني الجملة المثبتة ما بيجيش في النافي نيجي بقى طبعا معنى الجملة طبعا ما تنفعش معها لان ما فيش اوف ولا كمان معنى الكثير لان هو مفروض يقول القليل من ومعنى معنى الكثير من ويتبعها اسم بيتعد نجي لفيو ولتل فيو معنى قليل من ويتبعها كاونتابل ناون كاونتابل لتل يجي بعدها اسم لا يعد ويتبعها كمية يبعا نختار اي بقى فيهم فكرنا بقى عرفنا طبعا يبعا نقول ايه هناك كمية ايه 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 لان ايه ايه os اسم لا يعد وتراجعوه وتبقوه الحاجات طبعا اللي فاتكو فده مش مجرد اللي هو امتحان على اسئلة ده مجرد العرض الماتيريال بس من خلال الاكسرسايز دي. ده الهدف يعني. نيجي كده حبابي اللي هو الديالوج اما يجي الديالوج ممكن يتعرض مع لكل اجابة. اه فنقول نقرأ طبعا دايما بتاع الديالوج لان الديالوج ده مفيد جدا هيعرفك ايه المناسبة اللي تقال فيها الديالوج. وابعد كده طبعا ما تحلش الديالوج سؤال واجابة سؤال واجابة. اه ده طبعا الكلام مش سليم. اه لازم اللي احنا نقرأ الديالوج كله من اول الاخر ونتعامل معك انها قصة او حوار لازم تسمعه من اول الاخر بتشوف الفراغات ديت ايه اللي يتناسب اللي انت تملأ. غير كده النصحة المهمة اللي احنا لازم نعرف الوظائف بتاعة الناس ديت. يعني مثلا هنا في زي ما نشايفين في بيكلم درايفر. وطبعا انت تتوقع ده هيقول ايه وده هيقول ايه طبقا للمهنة بتاعته. اه طبعا اه كلامه هيغير كلام الستودينت. الدكتور مع البيشنط طبعا ايه انت هتتوقع ده هيقول ايه للتاني. فطبعا نرجع التاني للسلايد ده. اه الديالوج ده. ايوة يعني السائق راح ايه للميكانيك شوب. اي ايه خدنة ومع ايب ودد تتعمل له خدمة اي اه ديكوزاتف يعني تصلح لعربيته. فطبعا اه آه الميكانيك آل questions سؤال. اه اه The engine اه الميكانيك السؤال الدرايفر. فالدرايفر قال له The engine has stopped several times. يعني المحرك بتاعي توقف فترة كبير اه كزا مرة يعني. ماشي. يبقى خلي بايكم بقى ما نجي نحل بتشوف هل انت مطلوب منك ايه? هل انت مطلوب منك ولا اه جملة خبرية. اوكي? هنا زي ما انتم عاكفين ده يعني سؤال. اه السؤال طبعا بينقسم لنوعين. اللي هو والنوع التاني اللي هو ال wh question. يعني السؤال اللي بمعنى هل? النوع التاني اسف اللي هو ال wh question اللي هو السؤال اللي بدء بأداية استفهام. زي what, where, where, how, how many, how old and so on. طيب. هنا بقى هنقول ايه? اه طبعا الميكانيك لازم طبعا اه اه لو هو طبعا مطلوب سؤال wh question. ليه بقى? لان اه في ال wh question اه ما بيبقاش في الاجابة فيها yes or no or of course. اما نلاقي في الاجابة yes or no of course. بتبقى سؤال بمعنى هل? اوكي? هنا الاجابة زي ما انتم شايفين. the engine has stopped several times. يعني المحارج بدأ بالمحارج توقف مرات عديدة. فالميكانيك يتوقع ما يجيله مثلا سائق او زبون عنده زي ما بنقول كده هيقول له ايه? ايوة هيقول له ما العيفة العربية بتاعتك. تتقالي زي ما? طبعا نبدأ بقى استفهام. بس خلنا الاول نشوف تكويني السؤال عشان نكون السؤال ده صح? the formation of the question. اي سؤال wh question? يعني السؤال البداية بقى استفهام بكويني. number one. a question word. a question. question word. يعني اداة اللي استفهام. two auxiliary. auxiliary يعني الفعل المساعد. three. subject. يعني الفعل. four. المين verb. الفعل الاساسي. we after that. الكومبليمنت تكمله بقى. whether it is a phrasal verb or whatever. ماشي. we'll question mark. فاما نيجي نكون سؤال زي دوت. يعني مثال. يقول لك. where are you going? where are you going today? for example. where are you going today? فزي من شوفين. زي من شوفين احبايبي اول حاجة. where the? هي اداة تفهام. number one. the number one. اداة تفهام. we are. number two زي ما احنا قلنا. اللي هو الاكزولاري. الفعل المساعد. you. subject. جاي في صغط ضمير. الفعل. we going. going. the main verb. this is the main. main verb. we today. ده طبعا اه. adjective of time. يعني ظرف زمن. طيب. نشوف بقى مش كل الاسئلة طبعا اه حسب الزمن. اللازي ما فيها. ده حسب الزمن بتاع السؤال. هنا مفروض الميكانيك هيقول له ايه العيب في ما هو العيب في المحرك بتاعك او في السيارة. يبقى هنقول ما اللي هو يعني استخدم الاستفهام ما يعني ايه? ايوة يعني what? يبقى what? والفعل المساعد هنا يبقى what is? ايوة العيب اللي هو زرونج. يبقى نقول. ها? what is wrong with your car? what is wrong with your car? احفظوها تقبلوها كتير جدا. انا نتقول لواحد ايه العيب بتاع السيارة بتاعتك او اي عيب اي بتاع اي جهاز. no what's wrong with your car? طيب. الدرايفر قال له السائق. the engine has stopped several times. يعني المحرك توقف مرات عديدة. فالميكانيك قال did you check the battery? did you check the battery? ايوة. هنا بقى مناعية تانية من السؤال اللي هو السؤال بمعنى هل. طبع بدء بفعل ومساعد يبقى سؤال بمعنى هل. السؤال اللي بمعنى هل يبدأ بيبقى? اي سؤال بدء بفعل ومساعد يبقى معنى هل. يعني السؤال بدء بزي ما شايف كده did وdo او does. اه السؤال بدء بam is are اه was aware. والسؤال بدء بhave وهاز وهاد. كله والافعال المودل برضو. اللي هي الافعال النقصة اي سؤال بدء با اه will would shall should can could may might must have to has to. يبقى السؤال بمعنى هل. فطبعا اه اجابته باقي زي ما احنا قلنا. اي سؤال بمعنى هل اجابته يبقى yes or no. عشان كده اسمه yes or no question. يبقى did you did you check the battery. يعني هل انت في قوم مفروض question mark. سوري في الارف في question mark. هل انت اه فحص البطارية. يبقى اللي قابها نقول yes i did. اوكي. well المكانيك well i'm going to check the engine and call you in case it needs spare parts. المكانيك قاله يبقى زي ما طبعا اي واحد بيوضع بيته المكانيكي. قاله طبعا انا هافحص المحرك او هافحص اي حاجة في عربية. واتصل بيك بقى لو if it needs spare parts. spare parts يعني قطع غيار. يبقى i'm going to check the engine and to call you. يعني انا سوف check يعني افحص. the engine المحرك. and call you in case it needs spare parts. وتصل بيك في حالة لو محتاج قطع غيار. فالدرايفر هيقول له هنا مطلوب ايه؟ سؤال. ايوا يبقى انا رأي نظام السؤال تكوني السؤال. هيقول له سؤال قال له. it will be ready tomorrow. it will be ready tomorrow. يعني it دي عيد على الكار طبعا. be ready هتبقى جاهزة tomorrow tomorrow. tomorrow يعني غدا. فطبعا طالما الاجابة حبيبي فيها آآ time كده tomorrow. يبقى لازم السؤال هيبقى في عادة السؤال هيبقى ايه؟ بالعرب كده هيقول له امتى هتبقى جاهزة? امتى? متى? متى? متى يعني? ماشي? يبقى السؤال بمتى? احنا قلنا السؤال الاولانية كان بايه? ما? ما الخطف العربية? ما يعني وط? هنا بقى اياد تستفهمها تبقى ايه? طالما في الاجابة time ماشي نقطة زمنية هنسأل بمتى? متى اللي هي ايه بالانجليزي برافو عليكم اللي هي برافو طيب بعد وين بعد اتستفهم زي ما احنا كتبنا يجي بعدها الفعل المساعد وين الفعل المساعد يختلف حسب الزمن بتاع الاجابة. يعني تملك ما نكون سؤال عنينا على الاجابة اللي تحت. يعني شوف يا حبيبي? يعني هنا قال لك هيبقى جاهز بكرة. يبقى عندنا هنا ايه بقى? عندنا فعل هو اللي ده هو المؤشر بتاع زمن بتاعنا. ده مؤشر زمن في يعني المستقبل. فطبعا نحط وي هنجيب قبل هتلاقي طبعا الفعل المساعد قبله الفعل. وهنحط الفعل لولا ات العادة العربية. اه ونحن قلنا بعد الفعل المساعد بعد الفعل ايه? ايه زي ما احنا كتبنا. برافو عليكم. اللي هو الفعل بس هنا ضمير عشان عادة على غير العقل يبقى ات. ولت بي بعد ات با هيجي الفعل الاساسي اللي هو بي فعل رئيسي. وطبعا هنا ready. ready هنا adjective صفة. so this is the dialogue. اه let's turn to another item. due reading comprehension. يعني انا مش اه اسقلتها ال writing هتبقى جاية قليلة شوية وطبعا الحلقة جاية ان شاء الله هنجيب اه هتجيبها بمعاكم بمراجعة جميلة جدا برضو حسب الاخر تح اه اه تعديلات في بالنسبة الايتيمز. اه وانا بقول لكم اللي احنا ناخد الحلقة النهاردة على اساس اللي احنا ناخدها كمنهج. لاني كل سؤال في اه حاجات من المنهج بتاعكم من خلال كل الدروس بتاعت الترمي الاول. طيب. اه read the following passage in answer question blue. انا قد سكو تهتموا بالمادة بتاعت القطع. ال comprehension. ال passage. اه together. طبعا انت لو جانا passage جاموما اه ما بنقراش القطع الاول. يعني الحل الامثل اللي احنا ما بنقراش القطع الاول. طب بنعمل ايه? الحل اللي احنا الاول بنقرأ ال question. الاسئلة. طبعا الاسئلة اللي هي اه العادية او حتى الاسئلة بتاعتها اه اللي هي multiple choice اللي اخترت بتاعت القطع بنراها الاول. ليه بقى بنرى الاسئلة اول نارش القطع. لان احنا اما بنقرأ الاسئلة اول بتعرفنا احداث في القطع قبل ما نقراها. بتعرفنا شخصيات في القطع قبل ما نقراها. بتعرفنا معلومات في القطع قبل ما نقراها. يعني اه لو احنا كده رحنا الاسئلة. نلقي نظر على الاسئلة. اه قبل ما نقرأ قطع. space types of car fuel are mentioned in the passage فانت تشول types دي انواع car fuels يعني الوقود بتاع السيارات are mentioned in the passage يبقى انت تعرف قبل ما تقرأ القطاع اللي هو اللي انت تعرف في قطاع انواع من الوقود سؤال نمبر مثلا 3 for example سؤال question number 3 lpg is space petrol هنعرف ان فيه برضو في قطاع lpg d اختصار is apetrol يعني ده بنزيم او نوع من الوقود عبارة عن ايه فانت هتجاهز ذهنك اللي انت هتقرأ الحاجات دي فطبعا هتقرأ حاجات عن الحاجات اللي انت قررتها طيب اما بنطلع نقرأ قطع بنحلها على طول لا ما بنحلش على طول القطع لازم تتقرأ 3 مرات in my point of view يعني المرأة الاولى بنعمل حاجة اسمها skimming skimming يعني بنقرأ القطع to give the general idea يعني بنقرأ القطع عشان نستخلص الفكرة العامة بتاعتها بعد دي القرأة الاولى القرأة التانية بنعمل حاجة اسمها skimming skimming to read the passage to get a certain idea الحاجة عشان نجيب المعلومات محددة من القطع ta'ba rocket نقرأها علشان نتطلع الإجابات نشوف كده قطع بتاعتنا وطبعا احنا نتعامل مع ده اكي انه منهج بالضبط مش سؤال يعني فيه انواع مختلفة من الوقود للسيارات البيترو اللي هو البنزين هنا هو اكثر الوقود البيترو هو بيتكلف طبعا على البيترو بيتكلف او مش غالي زي البترول اقل من البترول بس يتيجعني مع ذلك ان البنزين بيخلي العربية بتبع اصرع اكثر من البيترول يعني العربية اللي بتمشي بالبنزين اصرع من العربية اللي بتمشي بالديزل غير كده أن المحركات الديزل نويزر يعني أكثر سخابة دوشة يعني صوتة أعلى ووزنها أتقل من المحركات التي تعمل بالبنزين من زيتها بقية يعني بتستمر عمرها أطول إجزوست اللي هو الغاز العدم العدم اللي من الديزل دي لا يميزها بقية كل حاجة بنكلمها عن الميزة توعيب كل شيء يعني العوادم اللي من الوقود بتاع الديزل صديق للبيئة أكثر يعني مش ملوس للبيئة يعني أقل حرقا من البترول يعني أقل حرقا من البترول اختصار ايه يعني بقى ternالججاج عارفنا طبعا الـ البي جي دي اختصار الال فور ليكويد والبي فور بيتريليوم والجي فور غاز اللي هو الغاز البترولي السائل برفه اللي هو الغاز البترولي السائل بتخلي العربيات go as fast as petrol does يعني متساوية يعني بتخلي العربات سرعتها زي سرعة العربات اللي بتمشي بالبنزين يعني بتدينا كيلومتر ما بتمشيش اسرع او ما بتعديش كيلومترات ماشي يعني مسافتها بتبقى اقل ما بتقطعش مسافتها بتبقى ضعيفة شوية من المحركات اللي بتعمل بالبنزين البي جي ده اللي هو الغاز شائع في بعض كنترز زي الدول يعني لانه ما بيسببش متش بلوشن الكثير من التلوث كنقول بلوشن صح هو بلوشن وهو الغاز يعتبر cleanest صفة التفضيل من clean يعني انضف وقود يعني صديق للبيئة it is also the least noisy and the least expensive least noisy يعني اقل ضوضاء يعني اه المحرك اللي هو اهدى محرك في الصوت يعني اللي ضوضاء and the least expensive والاقل تكلفة وارخصهم يعني نيجي بقى للاسئلة بتاعتنا ماشي the first one choose the correct answer انت اريد طبعا احنا ارينا كده القطع اه مرة وطبعا انت بطيقروها اكتر من المرزة ولتكون ثلاث مرات بنشوف بقى الاسئلة اما نشوف السؤال بناعمل سكانينج تاني القطع عشان نشوف مكان الحال بتاعه space types of car fuels are mentioned in the passage يبقى عدد بقى ال types الانواع اللي تم ذكرها في ال passage بنشوف بقى نروح القطع ونعمل سكانينج يعني الاحسن اللي احنا مش من الزاكرة كده يعني ما نجوش من الزاكرة بتاعتنا احنا بنرجع تاني القطع وبنعمل سكانينج نشوف نرجع كده القطع اه ايه كم عدد بقى ايه اللي تم ذكره في القطع ايوة نعدهم اول حاجة بترول البنزين تاني حاجة النوع التاني ديزل والنوع التالت LPG اللي هو الغاز الغاز البترولي السائل يبقى كده كيام يا ولاد برافو عليكم يبقى فيه تلات انواع من الوقود تم ذكرهم يبقى الحل ايه باحة بايبي يس دي ار ثري يبقى ثلات انواع من الوقود تم ذكرهم في القطع طب الثاني 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 يقى لك طبعا كلمة في القطع اما تلاقي السؤال ده هتتأكد هتعرف اللي فيه كلمة في القطع محطوط تحت خط لعني كلمة تجمنا دي معناها الثاني 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 نشوف كده الكلمة حبيبي كده اللي في القطع نرجع لقطع ونشوف الكلمة وراه لكم لتحتخط دي بتشرق لعيه اما ان نتسأل فنقرأ قبلها كده بسطر او سطرين على اساس اللي احنا نجيب المعنى دي او الكلمة بتشرق لعيه ايوة دي وانس اللي عايزين نعرف هي بتشرق لعيه نشوف بقى قبلها بسطر كده من فوق كده بسطر بداية الجملة يعني محرك الديزل نويزر اكثر صخابة واكثر ضوضاء يعني الانس دي عادة ايه على الانجين اللي انتو شافينا فعلا عادة على المحرك يبقى نرجع كده الاسئلة يعني يبقى الانصر بتاعنا ايه بقى هل وانس بتشرق لعيه ولا انجينز ولا كارز ولا كاين طبعا احنا قلنا بتشير الى الانجينز اوكي ثري الوقود طبعا احنا قلنا الى البي جي دي يعني اختصار ليه الليكويد بيتروليوم جاز اللي هو الغاز الوقود السائل از ايه بيترول از كليناز ولا كلينر زان بيترول ولا لس كلين زان ولا ديرتشير زان از كلين از احنا قلنا ان از كلين از 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 الصفة از بتفدي التساوي زي ما احنا اتكافئنا الصفة اللي فاخرها اي ار زان دي اه صفة من الدرجة التانية حاجة اسمها يعني صفة مقارنة ودي بتدي بمتقارن بنشئين شخصين ماشي يبقى اه بنحط اه اي ار زان يعني زي ما نقولك محمد از طولر زان علي اطول من علي ماشي اما از از ما تفنب في دي التساوي يعني لو محمد فض نفسه طول علي نقول ايه محمد از از طول از علي طيب ليس كلين زان دي ليس كلين زان معناها اقل ليس معناها اقل عكسها مور زان يعني اقل صداقة البيع او اقل لنضافها من او نقاء من زا اه وان ولا ديرتشير زان احنا اتفعنا طبعا ديرتشير الصفة الخير اي ار طبعا اتفعنا اللي هي عفوا اتفعنا اللي هي بتفيد اه المقارنة فطبعا ديرتشير زان يعني اه اكسر شوائب من يعني مش نضيف زي اه البترول فطبعا احنا لو رجعنا نعم اتأكد اللي انتم عارفين الاجابة برافو عليكم ان اه اه بس نرجع بردو نشوفها في القطعة احسن ما نجيبها من الزاكرة اه نشوف بقى الحتة اللي فيها المقارنة دي اه اما تكلمنا فعلا على ال ال بي جي قلنا ال ال بي جي الوقود الولد غاز is popular in some countries لو نرى قبلها بجملة كده يعني شائع في بعض الدول because it doesn't cause much pollution لانه ما بيسببش تلاوص اكتر it is the cleanest fuel شو بقى اللي عبارة دي it is the cleanest fuel يعني ده cleanest fuel يعني انضف وقود يبقى اذا هيبقى الاجابة عندنا ايه حددته هو ال ال بي جي ان اللي هو انضف وقود هيبقى برافو عليكم اكسلنت هيبقى هيبقى ليس clean zan ولا cleaner zan يعني يبقى انضف من اكثر نقاءا من ماشي او صدق اللي بي اكثر من البترول البنزين very good excellent the fourth question four using petrol oil causes the engine to go space than that of the diesel تاني using petrol oil causes the engine to go space than that of the diesel يعني استخدام استخدام البترول oil يعني الوقود بتاع البنزين بيسبب engine to go a than that of the diesel المحرك اللي هو يبقى اسرع go than ايه بقى نشوف slower ولا faster slower ولا faster ولا noiser ولا louder هنشوف اللي قابة عندنا يبقى it causes yes yes yet petrol makes car go faster than diesel آه يبقى البنزين بيخلي الكار العربيات بتبقى اسرع من الديزل يبقى يبقى لقابا يبقى goes faster than petrol oil طلاب العزاء I'm sorry that we come to the end of our episode today I was very happy with you I hope this revision is beneficial and informative to you all until I see you next time I wish you all the best طبعوني طلاب العزاء المراجعة معكم مراجعة جميلة جدا جدا طبقا لأحدث التعدلات في الاتيام بتاعت الامتحان أتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته